الآن المجلس العسكري الانتقالي يدعو كل الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية بمختلف تسمياتها ومختلف اتجاهاتها للجلوس للحوار للخروج برؤية تساعد في إدارة الدولة خلال الفترة القادمة كيف بداية ترى هذا الطرح من المجلس العسكري أولا المجلس العسكري الانتقالي قدم بيانا محترما قدم بيانا موضوعيا أجاب فيه على كل التساؤلات التي ظلت حاضرة في المشهد السياسي السوداني وهذا البيان وجد قبول كبير جدا من المحتجين ومن بغية الشعب السوداني كله ومن المجتمع الإقليمي ومن المجتمع الدولي الآن الأمس واليوم شهدنا عدد من الدول أشادت بهذا البيان وأعلنت وقوفها خاصة السعودية والإمارات واليوم المبعوث أو القائم بالأعمال الأمريكي التقى بالنايب رئيس المجلس العسكري وأعلن مباركة الولايات المتحدة هذا يعني أن المجلس قدم التزام قاطع بالاستجابة لكل مطالب الشعب السوداني التحدي الآن هو تحدي بناء السقة كيف تسق القوى السياسية والمحتجين على الخطوات التي بدأت تباعا في الاستجابة لهذه المطالب اليوم يمكن أن تابعنا جميعا واحدة من أهم مطالب المحتجين هي إطلاق الحريات العامة وصدرت غرارات بشأنها في إطلاق الحريات العامة إطلاق الحريات الإعلامية طيب الرجل كان عمليا المجلس العسكري كان عمليا جدا هذا البيان تولي ظهر أمس مساء الأمس مباشرة التقى المجلس العسكري الانتقالي بقوة إعلان الحرية والتغيير هذا الذي يضم عدد من الأحزاب السياسية والمقونات السياسية المختلفة التي تمثل الشارع السياسي في السودان كيف تنظر إلى هذا اللقاء بداية؟ أولا البيان كما أسلفت لك شامل لكل المطالب التي أعلنها كان هناك مخاوف من عدم الاتزام بتنفيذ هذه المطالب سرعة الاستجابة بتبني صغى ما بين المحتجين وما بين الشعب السوداني وما أسسته العريق القوات المسلحة المجلس العسكري أردان يؤكد أنه جاد فيما قاله أو فيما تلاها الفريق الرئيس المجلس أصلا منذ أول حاجة جدية القوات المسلحة ظهرت في تنازل الفريق عوض بن عوف بتلك السرعة وهذه استجابة سريعة واستجابة يجب أن تجد التقدير من كل الشعب السوداني لأنها قدرت رؤية المحتجين الذين رفضوا تكليف بن عوف وبالتالي بمجرد ما تم انتقل الأمر إلى الفريق برهان وجد تعييد كبير جدا واحتفالات من الموجودين حول القيادة العامة ومن الشوارع الرأي العام أنا أفتكر هذا يؤكد أن الرجل لديه مقبولية وسط الشعب السوداني والجدية ظهرت أنا قادم إليكم استمعت إلى الناطق الرسمي باسم التجمع المهنيين أسامة سعيد تقريبا من فرنسا يتحدث للإزاعة السودانية بذات مطالبهم وبروح وطنية عالي جدا وأنا قادم إليكم استمعت أيضا لأحد قيادات الحزب المطمر السوداني يتحدث للإزاعة السودانية أيضا فهذه مؤشرات لتنفيذ ما طالب به المحتجين وما أعلنه المجلس العسكري لانتقال في بيانه وما أصدره من قرارات بإطلاق كافة الحريات إطلاق كافة الإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات سماع للإعلام مجلس العسكري أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات هذا ما قالت وزارة الإعلام وبدأ تطبيق عمليا في الإنزاعة والتلفزيون الرسميين للدولة أنا أفتكر هذه مؤشرات لبناء ثقة قوية جدا بين المجلس العسكري وبين الشعب السوداني الآن التحدي أمام القوى السياسية جميعا في كيف تتسامى عن القضايا والأجندة الضيقة إلى الأجندة الوطنية وكيف تستجيب لنداء المجلس العسكري الانتقالي الذي دعاها لحوار مفتوح حوار بدون أجندة مسبقة حوار حول كل الغضايا الوطنية وحول تشكيل الحكومة المدنية التي تدير المرحلة المقبلة